أعلنت وزارة دفاع الروسية أن المقاتلات الحربية التابعة لها قد ضمرت 62 منشأة عسكرية أوكرانية وأسقطت مروحية وست طائرات مسيرة وقالت الوزارة أن القوات الروسية قد استهدفت مقرا لتدريب العمليات الخاصة الأوكرانية الذي يضم مرتزقاء جانب وقامت بتصفية أكثر من 100 مسلح فضلا عن تدمير قاعدة لتخزين الوقود في منطقة نيكولايف بواسطة سواريخ حديثة واعتراض ساروخ تيكتيكي أوكراني من طراز توشكايو في مقاطعة خاركف قال الرئيس الأوكراني فولودامير زيلنسكي أن حصار مدينة ماريوبول السحلية سوف يدون في التاريخ بسبب ما تشهده من جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية أضاف زيلنسكي أن ما فعلته القوات الروسية بمثابة إرهاب سيبقى في الذاكرة لقرون من جهته قال مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت مدرسة للفنون يتواجد بها نحو 400 أوكرانية مشيرة إلى أن المدرسة تم تدميرها بالكامل وهناك ضحايا تحت الأنقاض أكدت روسيا لليوم الثاني على التوالي أنها قد استخدمت صواريخ فرط صوتية وذلك خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا وأوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه تم استخدام الصواريخ لتدمير مخازن وقود صواريخ للجيش الأوكراني في جنوب البلاد موسيقى موسيقى حضر مكتب الرئيس الأوكراني من أن هناك خطرا كبير يتمثل في شن هجوم من بيلاروسيا على منطقة فولين بغرب البلاد جاءت تحذيرات كييف بناء على معلومات للجيش الأوكراني على الرغم من نفي بيلاروسيا أكثر من مرة نيتها في المشاركة بالعمليات العسكرية روسية في أوكرانيا أكد رئيس مجلس النواب الروسي أدوما فاتشسلاف فولودين أن الولايات المتحدة توجد حيث مصالحها الاقتصادية فقط في حين أن الهدف الروسي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو إنقاذ المواطنين ونزع سلاح القوميين في أوكرانيا أضف فولودين أن الولايات المتحدة تزعم نشر الديمقراطية عبر سياسة العقوبات لكن ذلك يخالف الواقع فهي تسعى فقط لتحقيق أهدافها وشدد رئيس الدومة على أن مساعي موسكو تختلف عن واشنطن حيث تهدف لحفظ أمن مواطنها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لوميار عن أمله في انتهاء الأزمة التي خلفتها أسعار الطاقة الحالية خلال أشهر أضفه الوزير الفرنسي أنه لا يرى دوام تدخمية قد تمتد لسنوات في اقتصادات الاتحاد الأوروبية وأشار إلى أن أسعار الطاقة ستنخفض إلى مستويات أكثر منطقية بمجرد أن تخفض أوروبا واردة الغاز والنفط من روسيا أعلن وزير الخارجية الصيني وانجي أن بلاده لا تقبل أي ضغط خارجية وترفض كل الاتهامات غير المبررة فيما يخص الأزمة الأوكرانية ذكر وزير الخارجية الصيني أن رئيس شي جيم بينغ قد أوضح موقف الصين من القضية الأوكرانية بشكل موضوعي وعادل وبما يتفق مع طموحات معظم بلدان العالم كانت واشنطن قد حذرت بكين من أي دعم منها للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أكد رئيس السويسري أن بلاده مستعد للعب دور الوسيط في تسوية النزاع في أوكرانيا واستضافة المفاوضات بين موسكو وكييف دعا رئيس السويسري إلى فتح ممورات إنسانية على الفور ويذكر أن وزير الخارجية الروسية كان قد أكد في وقت سابق أن سويسرا تقدمت بمبادرة أداء دور الوسيط في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا مشددا على أن موسكو ترفض التوسط من قبل أي دولة قد اندمت إلى العقوبات المفروضة على موسكو قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني قالت أن سبعة ممورات إنسانية ستفتح لتمكين المدنيين من مغادرة جهات القتال الأمامية وقد أضافت أيضا أن أوكرانيا قد أجلت مائة وتسعين ألف شخص منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي الأزمة الأوكرانية لم تعد صراعا عسكريا فحسب مع تصاعد الجانب الإنساني منها الذي بلغ حد المأساة أكثر من ثلاثة ملايين وثلاثمات ألف أوكراني تحولوا في غضون أسابيع ثلاثة إلى لاجئين تقطعت بهم السبل فيما نزح نحو ستة ملايين وخمسمات ألف أوكراني داخل البلاد وفق ما أعلنت الأمم المتحدة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبو جراندي يشير إلى أن الأرقام تقفز بسرعة كبيرة مع تلاشي الحلول الدبلوماسية للأزمة المستعرة حيث ينضم أكثر من ثمانية وخمسين ألف شخص يوميا إلى صفوف اللاجئين مفوض الأمم المتحدة كشف أن نحو تسعين في المائة من الفارين نساء وأطفال إضافة إلى كبار السن كما أشارت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى أن من بين اللاجئين نحو مائة واثنين وستين ألفا من الوافدين إلى أوكرانيا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت قد قدرت في البداية أن أربعة ملايين شخص كحد أقصى قد يغادرون أوكرانيا البالغ عدد سكانها سبعة وثلاثين مليون نسمة لكن المنظمة اعترفت الأسبوع الماضي بأن هذا الرقم يمكن أن يكون أكبر بولندا أكثر الدول استيعابا للاجئين الأوكران بما يبلغ ستين في المائة من الأرقام المعلنة متجاوزة مليوني لاجئ بينما جاءت رومانيا ثانية باستيعابها لأكثر من نصف مليون أوكراني فيما لجأ إلى مولدوفا أكثر من ثلاثمائة وستين ألفا تليها المجر التي استقبلت ثلاثمائة ألف أوكراني روسيا أيضا لجأ إليها نحو مائة وأربعة وثمانين ألف شخص قادمين من منطقتين دونتسيك والوهانسيك لانفصاليتين المواليتين لروسيا بعد آخر للأزمة يتصل بالمواطنين المحاصرين داخل المدن الأوكرانية التي تشهد قتالا عنيفا مثل ماريوبول وخاركييف وسومي ويتجاوز عددهم ثلاثة ملايين مواطن أفادت شركة جاسبرام الروسية أن تواصل ضخ الغاز لنقله إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد ووفق طلبات المستهلكين أضافت الشركة أن حجم الطلبات اليوم بلغ 106.6 مليون متر مكعب هذا وتورد روسيا نحو 40% من الغاز الذي تستهلكه أوروبا ترجمة نانسي قنقر